السلام عليكم ورحمة الله عزيزي طلبة الصف الثالث الاعدادي درسنا النهاردة ان شاء الله هيكون قاعدة اسمها يوزد تو يعني يوزد تو يوزد تو معناها كان معتاد على يعني ايه كان معتاد على يعني الشخص ده كان متعود ان هو يعمل الحاجة دي بكسرة في الماضي يعني بصورة اكتر من الطبيعي يوزد تو يوزد تو بس تخدمها مع الفعل العادي يعني هو مثلا كان متعود ان هو يلعب كرة طيرة لما كان صغير هو كان متعود ان هو يذهب للشاطئ كل يوم لما كان مسلا في الخامسة من عمره مع عائلته طبعا يبقى يوزد تو دي بتستخدم ان انا عبر اقول ان الحاجة دي كانت بتحصل في الماضي بكسرة لكن ممكن تكون معتش ايه معتش بتحصل في الوقت اللي احنا فيه يوزد تو يعني كان معتاد على طبعا يوزد تو بيجي بعدها الفعل في الايه في المصدر لازم يجي بعدها فعل كان متعود ان هو يعمل حاجة يعمل حاجة او يفعل حاجة معينة يبقى يوزد تو مسلا بلاي يوزد تو جو يوزد تو فيزد اوكي ناخد مسال مع بعض هو مسلا كان متعود ان هو يلعب تنس لما كان صغير هو يبقى هي هي يوزد وطبعا بكتب كلمة يوزد في الايه في الماضي الفكرة في ناس بتلغبط وتقول ان يوزد معناه يستخدم لا هي يوز او معناه يستخدم لكن لما بقول بضيف له حرفة دي يوزد تو يوزد تو يعني كان معتاد على فعل في الماضي يعني كان متعود ان هو يعمل الحاجة دي يبقى يوزد تو كان معتاد على هي يوزد تبلاي باجي بالفعل في المصدر اللي هو كلمة بلاي هي يوزد تبلاي تنس كان متعود يلعب تنس لما كان صغير لما كان صغير لما كان صغير لما نحب نعمل سؤال او ننفي بنعمل ايه في الجملة ديه بنجا على كلمة يوز وبنعمل فيها ايه هنعتبرها كأنه ماضي بسيط هنعملها كأنه ماضي بسيط يعني هنطلع مكان دي حاجة اسمها وهجب المصدر من كلمة يوزد هتبقى ايه يوز يبقى المصدر من يوزد يوز يبقى دد و يوز طبعا يوز ايه يوزتوه علشان ما ننساهش طبقى انا عزم فيه يبقى انه في حامل ايه هتبقى هو لا هو ما كانش متعود ان هو يلعب تنس لما كان صغير يبقى هنفي كلمة ايه هنفي كلمة دد تبقى ايه didn't يبقى he didn't وهكتب كلمة يوز في المصدر يبقى he didn't use to play واكمل الجملة عادي he didn't use to play tennis when he was young ما كانش متعود يلعب تنس لما كان صغير يبقى didn't use to معناه ايه ما كانش متعود ان هو يلعب تنس he didn't use to play tennis when he was young طبيعا انت تعرف تعمل ايه جملة باستخدام use to طالما فهمت المعنى الاصلي وازاي بكتبها use to يجي بعدها الفعالة في الايه في المصدر طيب عايزة اعمل سؤال بهل هل هو كان متعود ان هو يلعب تنس لما كان صغير نعمله ازاي حفظه بكلمة ايه بكلمة did يبقى did وبعدين هجيب الفعال اللي عندي تبقى did he وهنزل بكلمة ايه used to تبقى did he used to play tennis when he was young play tennis when he was young وعلامة ايه استفاين هل هو كان متعود يلعب تنس لما كان صغير لو الايجابة بنعم هتبقى yes he yes he yes he did طيب لو no هتبقى no he didn't يبقى انا بتعمل على اساس ايه كلمة used used to بمفي did تبقى ايه طب لو عايزة سألو ماذا هو كان معتد ان يفعل عندما كان صغيرا يبقى هقول what what بعد كده الفعل المساعد اللي عندي كلمة ايه كلمة did يبقى what did بعد كده الفعل عندي he بعد كده هكتب كلمة use في المصدر يبقى use used to من غير دي what did he used to do كان متعود يعمل ايه لما كان صغير when he was young when he was young كان متعود يعمل ايه لما كان صغير he used to play he used to play the guitar he used to visit his grandma everyday حاجة من دي كان متعود يعمل اي حاجة ناخد مثال تاني مثلا هما كانوا معتدين على العمل في هزي المستشفى يبقى هؤل ايه هم يعني ايه زي كانوا معتدين علي يعني ايه use وبكتب فيها دي they used to play sorry they used to work in this ايه in this hospital هما اعتدوا ان هما يشتولوا في هزي الايه المستشفى بقى هما شغالين الان في المستشفى دي لا they stopped working لكن هما كانوا معتدين على العمل فيها بشكل ايه بشكل يومي عايزة انفي او اعمل سؤال بهل بعمل ايه بروح على كلمة used to بطلع did والمصدر من كلمة used to هتبقى used to عايزة انفي حاول ايه يبقى زي هنفي كلمة ايه did يبقى زي didn't they didn't use to ايه to work مكانوش معتدين على العمل في هزي الايه مستشفى بقى انا نفيت كلمة ايه did وبعد كده جبت الفعل في المصدر طبعا الفعل اللي بعد use to ما بيتأثرش بقى اي حال من الاحوال دايما بيكون في المصدر عايزة عامل سؤال بهل هتبقى did they use did they used to play sorry used to work in this hospital هم كانوا معتدين على العمل في عزي المستشفى وكوسشن ايه مارك لو ياس هتبقى ياس ايه yes they ببدل yes they ايه yes they did لو no no they didn't اوكي عايزة عامل سؤال بادة استفهم اين هما يعتادوا ان يعملوا اين يعني ايه where فين الفعل المساعدة اللي عندي كلمة ايه كلمة did يبقى where did they used to تنزل من غير d used to a work اين اعتادوا ان هما يعملوا مثلا in this hospital اي حاجة اي المستشفى عندي ممكن يذكر اسمه يبقى d used to ناخد بعض التدريبات مع بعض على الجرامور لا he used to a in the countryside هو كان ايه في الريف هو كان معتد ان هو يعيش في الريف يبقى used to a يبقى بعدها الفعل في المصدر يبقى used to live ياسر's grandmother used work in a hospital جدة ياسر كانت معتدى ان يتعمل في المستشفى يبقى used a used to did did to live in Cairo did ده سؤال بهل يبقى عاجب بعض الفعل في المصدر هو كتب لي to يبقى عايز كلمة use they used a small car اعتادوا ان هما يكون عندهم سيارة صغيرة يبقى زي use a used to طب دي ولا دي لا بيجب بعض الفعل في المصدر يبقى used to have you you used to have a lot of homework متعود ان هو ياخد واقب كتير يبقى هنا سؤال بهل هل هو كان بياخد واقب كتير يبقى did did ياسر's uncle used to live in Tunisia كان بيعيش في تونس يبقى ايه هنا مش كتب لي هنا طبعا في المصدر يبقى هي كانت منفية يبقى didn't used to did you used to have any different hoppers هل كنتم متعود ان انت يكون عندك هوات مختلفة no i a هول no i did ولا no i didn't لا no i didn't لان هنا السؤال بهل وباقى وبنوي باعم فيه لو ياسي يبقى yes i did she used to a fat but now she's thin هي كانت سامينا لكنها الأن ايه نحيفة لما يكون في صفات الصفات الطبيعة قول ايه she is fat she is sin يبقى المصدر من كلمة is او are هو verb a verb to be يبقى الصفات بقول used to be fat used to be friendly used to be funny يبقى used to مع الصفات باجي مع verb a verb to be my uncle used to live in the countryside but now he a in the city عمي كان متعاود ان هو يعيش في الريف لكنه الام بيعيش فين في المدينة يبقى ده مدرع بسيط يبقى هي ايه هي lives هي مفرد فبحط اس في الايه في الفعل التعبير عن الاعداد والتكرار what games you used to play at the nursery ايه الالعاب اللي كنت متعاود تلعبها في الحضانة يبقى هنا هنا في الماضي يبقى هاسأل بكلمة ايه did you used to no i a used to write letters to my friends لأ معنى الجملة لأ انا مش متعاود كنتش متعود ان انا اكتب جوابات لصحابي ما كنتش متعود يبقى ايه didn't used to الفكرة هي متنفعش don't لان احنا بنقول used to في الماضي كان معتاد على فمنفعش اقول i don't used to i ill to live in a small flat when i was a child كنت متعود عايش في شقة صغيرة لما كنت تفليب ايه هو كتب تويب ايه هنختار ايه used my uncle used to be a firefighter but now he is a police officer عمي كان شغله ان هو يكون رجل اطفاء لكنه الان ايه رجل شرطة اوكي قلنا الوظائف والسفاد used بتيجي معاة 2 w a p used to be بيجي معاة فربة ب ليه لان طبيعا نعنا اقول he is a firefighter فما كان is حكتب المصدر منها اللي هو كلمة p ياسر the grandfather جدي ياسر معنى الجملة عايزة المنفية ما كانش متعود ان هو ايه يعرف ازاي يسوق يبقى didn't 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 use to know how to drive what a to learn at primary school انت كنت متعود تدرس ايه في المدرسة الابتدائي يبقى did بعد كده الفعل اللي عندي you بعد كده هكتب use full a في المصدر what did you use وكلمة 2 مكتوبة دكتور ماكدي used to help people with heart problems دكتور ماكدي كان بيساعد المرضى اللي عندهم مشاكل في القلب يبقى انا كده بتقول يبقى حكتب كلمة used full a في الماضي used to how did you use full a to go to school كنت متعود تروح مدرسة بايه يبقى حكتب كلمة used full a في المصدر بعد ذات i used to swim a lot when i a younger كنت متعود ان انا اسبح كثيرة لما كنت صغيري يبقى ايه verb to be في الماضي مع i تبقى was that building used to be cinema المبنى ذا كان cinema يبقى used to be used to be a man used to be a sport score ايمن كان معتدى ان هو يكون عنده سيارة رياضية تبقى المصدر من هات تبقى have used to be nice songs كان متعود يغني اغاني ايه لطيفة او جايب يبقى used to be بعد الفعل في المصدر used to sing we didn't حاجة مكناش متعودين ان احنا نعوم we didn't ايه المصدر من used حشيل ال d تبقى used to did he a used to ride bikes حلوه كان متعود ان هو يقود درجات يبقى هكتب كلمة used ازاي حشيل ال d منها did he used to ride bikes اتمنى تكونوا استفدتم معي من درسي النهاردة ياريت ما تنسوش الاعجاب بالفيديو اشتراك في القناة ليصلكم كل جديد وايضا لو عندكم اي اسئلة واستفسارات ياريت ما تنسوش تكتبها في تكتبها في comments good bye